السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في هذا الفيديو ان شاء الله سوف ندروا درس النشر والتعميل والمتطابقات الهامة سوف نطرقوا في هذا الدرس للأجزاء الأربعات التالية أولا تذكيب الإشارات ثانيا النشر ثالثا التعميل رابعا المتطابقات الهامة نبدأ على بركة الله بتذكيب الإشارات قاعدة تقول مجموع عددين صحيحين نسبيين لهما نفس الإشارة هو عدد صحيح نسبي إشارته هي إشارة هذا العددين ناخده على سيف المثال إثناني زائد ثلاثة تسعين ندرس إشارة العدد إثنان إثنان إشارته مجابر زائد إثنان ممكن كتابته على شكل زائد إثنان ثلاثة إشارته مجابر العدد ثلاثة إذا ناخده قاعدة تقول ناخده إشارة العددين إشارة مجابر إذا إشارة لهم زائد اكتبوا زائد ونقوموا بالملجم إثناني زائد ثلاثة يساوي خمسة رياضية زائد خمسة رأي هي خمسة مثل آخر ناقص إثنان ناقص ثلاثة هذا مجموع عددين لهما نفس الإشارة إشارة العدد الأول إشارة ناقص أو عدد ساليب إشارة العدد الثاني إشارة ساليب ناقص لدينا ناقص ثلاثة إشارة ناقص ناقص إثنان ناقص إذا نأخذ الإشارة إذا نسوي ناقص ونجمع العددين إثنان زائد ثلاثة يساوي ماذا؟ يساوي خمسة إذا الحاصل هو ناقص خمسة مجموع عددين صحيحين نسبيين مختلفين الإشارة مختلفين إشارة هو عدد صحيح نسبي نأخذ إشارة العدد الأكبر ونقوم بطرح العددين غادي ناخد عملنا سابه المثال ثلاثة حاقس إثنان إشارة العدد ثلاثة عدد ثلاثة هو عدد موجر إشارته زائد عدد إثنان وعدد ثالث ناقص إثنان إشارته ناقص في هذه المجموع ثلاثة ناقص إثنان ما هو العدد الأكبر ثلاثة هي ثلاثة ثلاثة وجوج ثلاثة إشارة ثلاثة شنو هي إما قلنا إشارته مجابة زائد إذن سنكتبه زائد ونقوم بطرح العددين ناقوم بطرح العددين طرح العددين إذن ثلاثة إذن ناقص منها جوج هي واحد والزائد واحد في الرياضية هي واحد إذا كان عندكم شي تعبير مثل زائد ثلاثة هي ثلاثة عدد المجابة ما كنكتبوش الإشارة قبل منها عدد ثلاثة لا تساوي ثلاثة لا تخالف ولكن مثلا ثلاثة زائد أربعة هي أربعة عدد المجابة ما كنسبقوهاش بالإشارة سوف ندير مثال آخر سوف ندير ناقص ثلاثة كما قلنا مجموع عددين لهما إشارتين مختلفة إثنان إشارة زائد ثلاثة إشارة ناقص هذه ناخد إشارة العدد الأكبر جوج ثلاثة هو ثلاثة إشارة ثلاثة جنوية ناقص نديرو ناقص ونديرو فق العددين فق العددين ناخدو العدد الأكبر ونقص منه العدد الأصغر يعني ثلاثة هذه نقص منه جوج ثلاثة ناقص جوج هي واحد هي ناقص واحد كما تلاحظون ناقص واحد كما تلاحظون ثلاثة ناقص جوج لا ما شي هي جوج ناقص ثلاثة ثلاثة ناقص جوج يساوي واحد وجوج ناقص ثلاثة يساوي ناقص واحد نضع هذا الشيء و نضع أمثلة تطبيقية مثال تطبيقي 5 زائد 3 كما قلنا 5 إشارته مجابية زائد 3 إشارة مجابية إذن لا هما نفس الإشارة إذن يكفي أن نجمع نجمعه 5 و 3 إذن هي زائد 8 نأخذ إشارة العددين زائد 8 ثالثاني 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 ندوز التعبير ناقص 5 و 기3 كما تلاحظون العددين لهما نفس الإشارة إشارة العدد 5 هي ناقص إشارة العدد 3 هي ناقص إذن سنأخذ الإشارة العدد 2 ونجمعه العددين الخمسة زائد 3 شح تتساوي 8 إذن ناقص 5何 signed 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 distracted ابدا أخذ آخر تمانية ناقص ثلاثة هات التعبير فهذا الحساب لدينا عددين لهما إشارتين مختلفتين تمانية الإشارة ديال 8 إشارة مجابة إشارة مجابة هي زائدة ثلاثة إشارة سريبة ما هو العدد الأكبر في هذا التعبير القاعدة تقول نأخذ إشارة العدد الأكبر ونقوم بطرح العددين إشارة العدد الأكبر إشارة العدد الأكبر في هذا التعبير 8 إشارة مجابة ونقوم بطرح 8 ثمانية نحيد من ثلاثة هي خمسة خمسة كما قلنا هي خمسة تعبير آخر ناقص ثمانية جائ ثلاثة العدد الأكبر هو ثمانية إشارته ناقص نضيف فقط العددين ثمانية نحيد من ثلاثة هي خمسة نضيف مثال آخر لدينا أربعة ناقص أربعة ناقص أحد عشر ومجموع عددين لهما إشارتين مختلفتين العدد الأكبر في هذا التعبير هو أحد عشر إشارته سالبة إشارته ناقص إذا نأخذ إشارة العدد الأكبر نضيف فرق العددين إذا 11 ناقص أربعة يساوي السبعة إذا نساوي ناقص سبعة سبعة ناقص سبعة قاعدة تقول مجموع عددين متقابلين يكون دائما منعديما يعني منعديما يعني يساوي سفر سبعة ناقص سبعة راسبعة هو ناقص سبعة هما عددين متقابلين مجموع ديانهم هو سفر إما جوج ناقص إثنى جوج يساوي السبعة أو أ ناقص أ يساوي السبعة إكس ناقص صف إكس يساوي السبعة رأى إكس وناقص إكس عددان متقابلين مثل آخر ناقص إثنى عشر زياد إثنى عشر ناقص إثنى عشر والمقابل ديان إثنى عشر يكون دائما منعديما هو السفر دبان دزول ضرب القسمة قاعدة تقول ضرب وقسمة عددين صحيحين نسبيين لهما نفس الإشارة إلا كان عندنا جوج العددين لهما نفس الإشارة المجموع الضرب ديالهم هو عدد صحيح نسبي مجموع قاعدين ندير واحد المثال بسيط قلنا إثنانين وضربة في ثلاثة يساوي إشارة العدد إثنان إشارة العدد إثنان إشارة مجابعة إشارة العدد ثلاثة إشارة مجابعة إذا زائد كيف كيف إذا لهما نفس الإشارة الضرب إلا كان العددين لهما نفس الإشارة نرى الناتج الحاصل هو عدد مجاب إذا ضرب جوج ثلاثة ضرب الضرب عادي هو عدد مجاب إذا ستة نديروا إكزامل أخر ناقص إثنان في ناقص ثلاثة كما قلنا إشارة عدد إثنان ناقص إشارة العدد ثلاثة ناقص إذا ناقص وناقص نفس الإشارة إذا العددين لهما نفس الإشارة ناتج هو عدد مجاب ضرب جوج ثلاثة حيض الإشارة يستغل لتعبير آخر هذا ناقص جوج يناقص ثلاثة عفوا رهي يناقص في ناقص لهي زائد هي زائد ستة سوف تالي ستة سوف تالي ستة هذا الشيء ندوث القاعدة الثانية ضرب وقسمة عددين صحيحين النسبيين مختلفين مختلف الإشارة هو عدد صحيح نسبي سالك اختلاف دي الإشارة إذا قلنا ناقص ثلاثة في إثنان إشارة ناقص ثلاثة إشارة ناقص إشارة دي الجوج مجابع هنا إشارتين مختلفتين إشارة إشارة مختلفتين مختلفة الإشارة مع ذرة سوف تنقص ثلاثة ؟ إذا المنتج هو عدد سالب إذا نضر إلى ناقص ثلاثة حققت ناقص ثلاثة سماع نقلب ثلاثة ثلاثة في ناقص الأسع سوف تساعد ثلاثة في ناقص الأسع ستساوى ناقص ستة نمسح هذا الشيك ندير الجدول قاعدة الضرب أو القسمة سوف نقوم بإمكاننا الضائد يعني في حالة الشيعة موجر إشارته زائد سوف نضرب و لا نقسمه في زائد يعني سوف نطبق القاعدة الأولى يعني نفس الإشعار العدد الأول موجب العدد الثاني موجب إذا النتيج هنا يشحى إذا هو عدد موجب نديره زائد زائد في ناقص زائد ضربه في ناقص ولا مقسم على ناقص القاعدة دي لضرب القسمة كيف كيف زائد في ناقص يعني ضرب وقسمة عددين لهما مختلفين الإشارة زائد و ناقص إذا هنا ما أعطينا ناقص زائد و ناقص بحال قلنا جوج إشارة له زائد ناقص ثلاثة ناتج حتى تسويه ناقص ست ناقص في زائد بحال هي زائد في ناقص إشارتين مختلفة عنك ناقص نضربه في زائد ولا نقسمه على زائد ناقص ناقص في ناقص القاعدة الأولى لهما نفس الإشارة ناقص و ناقص نفس الإشارة إذن عدد موجب هنا نكتبه زائد ثابت نمر الأمثلة التطبيقية ثلاثة في اثنان إشارة العدد ثلاثة و إشارة موجب إذن زائد ثلاثة جوج إشارة موجب زائد جوج إذن ناديهم نفس الإشارة ثلاثة و إثنان نفس الإشارة إذن الناتج هو عدد موجب 6 مثل آخر ناقص ثلاثة في ناقص إثنان ثلاثة إشارة سريبة ناقص إثنان إشارة ناقص إذن الناتج هو عدد صحيح النسبي موجب إذن يساوي 6 استنقسم على إثنان إشارة موجب ما هو العدد الذي نضربه في إثنان للحصول على 6 و 3 إذن هنا عدد موجب استنقسم على جوجنا عندهم نفس الإشارة عدد موجب نفس الإشارة عدد موجب قسمة استنقسم على جوجنا حالا يقول أن stood 6 مقسم على جوج كيف هي ؟ 3 مثل آخر ناقص 6 على ناقص إثنان ناقص الإشارة ت SALيد حالا هو ناقص 6 على ناقص ما هو العدد موجب استنقسم 6 على جوج 3 ناقصات ستة مقسم على جوج هيrun 6 مقسم على ناقص على ناقص على ناقص ناقص على ناقص على زائل مثل تطبيق آخر ناقص ثلاثة في اثنان ناقص ثلاثة في اثنان إشارة العدد الأول العدد الثاني اثنان هنا ضرب عددين لهم إشارتين مختلفتين هو عدد سالب ناقص ناقص إثنان إشارة العدد الثاني ناقص خمسة إشارة سالبة ناقص نضرب إثنان في خمسة عشرة نقص على ناقص إثنان إشارة العدد الأول مجابة زائد النقص أقص ناقص نقص ناقص سمقص أشر Fra نقص على ناقص آخر G ناقص غائر ناقص ناقص عشرين م ML عدد الأول اشارته سالبة عدد الثاني اشارته في مجابة بالنسبة سالبة الغائر ناقص عشرين مقصم على فكرة عشر إذاً وإذاً وإذاً